مرحبا يا جماعة كيفكم شو الأخبار شاء الله تكونوا تمام اليوم عنا حلقة هيك استثنائية لا حلقة من برنامج ولا شي هذا يا سيدي تعو أحكي لكم شو القصة هذا في موضوع صلي فترة عم أحاول هيك إبلعه ما أحكي فيه إبلعه ما أحكي فيه للموضوع بس يا جماعة صدقا 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 ما عم تنبلع معي القصة يعني هي الفكرة أنه أنا مالي حابب أحكي بشي وأعطيه إيمي وهذا الشي ما بينعطيه إيمي الموضوع هو الفيديو اللي شفتوه انتشر واللي هو كان فيه الشامي عم يغلط بحقي وعم يحكي فيه هيك كلام طالع نازم مع أنه أنا نزلت على حسابي على الإنستغرام وتصويت أنه يا جماعة رد ولا ما رد وكان فيه عليه شي 40 ألف صوت و 51% قالوا رد 49% قالوا لا ترد فأنا اطلعت هيك أنه صح الأغلبية قالوا لي رد بس اطلعت هيك حسيت أنه هي إشارة ولكن النسبة بس 51% يعني تقريبا نصف ونصف فحسيت أنه إشارة أنه مارد بس فرجع وقال لكم ما نبلعت معي إنه مارد ليش ما نبلعت معي تعالوا ليش ما نبلعت معي قبل ما نبلش في الحلقة تعالوا نشوف العينتين الشب الظريف الكيوت الكوتي كوتي كوتي شو حكى عني؟ او بلاقي واحد تشاري ميكريفون بخمسة دولار ونزع على الطريق انت بتحبي شامي ولا مدر مين؟ او برضي شمعظوم انت كتير بتضحك لحظة لحظة قبل ما نكفي الفيديو خلينا هيك ناخده نقطة نقطة هذا المايك ما له معي هلا المايك اللي عم بعمل فيه مقابلات ليوي حقه خمسة دولار لا المفروض أنت مطرب تعرف هيك المفروض يعني أنه مطرب تغني بمايك تمسك تعمل حفلات إلى ما هنالك فما معيك أضر خمسة دولار فيه المايك المالي وتعطي Pandemie يا ابني أتصنا Like رغم من جناء ربيوا توانيك قبل ما خلت الأعالم يعني日ك تغني فيه هشه خمسة دولار ولكن مايك اللي عمومي تصور فيماير كرة ولكنيه مالانه إلا استر Glad ammi وقفه حقه تلك المعلمين يا الاسد يوى 1000 دولار يوى 1000 دولار يا اخي حقهYo فهي حكمت معيكggiucon lui بمال إننا لم تسأل يا حبيبي يا روحي يا عمري يا أسلام عندما نريد عن العالم وركب تتعلم بشكل عام نت الأمر ما يريد أن أنت ت suffer ويقعك وتنشر ويعني فيه عالم منيح كعنت عم بتشوفك فهذا الاسلوب هذا اسلوب شوارع يعني انا ما بدي اقعد علمك ودرسك تعم تشتغل مع شركة وعم بيفهموك شو تعمل وشو تشتغل وشو كزا المفروضة دول الشركة اللي عم تشتغل معوه انه يجو يعلموك انت اليوم كشخص حابب تصير مطرب حابب تصير مطرب لسه ما صدت ما عندك غير كم غنية لانه بس حابب تصير مطرب وعندك رصيد في شي اسمه شو بسموه اتكايت اول ميش فيش يسموه الاتكايت لا تضحكني يا ميشا فيش يسموه الاتكايت انا حكيت عنك يعني انا على فكرة هلا بنصل لنقطة انا شو حكيت عنك تمام لانه هاي النقطة كتير جوهرية عني فانا حكيت عنه بطريقة ما ثبتك ما شتمتك ما قفلت عليه فانت المفروض ترد علي بنفس هاي الطريقة خلونا نكفي كفاية كلام ولا العينتين عني كلها كتير زكي انت ما ايه او لا اين وارتان الزكا اهه انا هذا الجزء ايه الي مانبلع معي انا ما بعرف عديش موليد الشام يا بميش انت هلا انت مهربش توا على الحلقة فانتك تعطيني هي المعلومات لا انه في ملاحظة مهمة انه هاي الحلقة ارتجالية لا قرأ نص ولا كاتب شي لانه الموضوع كله مو بيبالي بس لقينا حالنا داعي خلينا انه انا وميشو انه يا ولدا قوم ايه كل شي ديد حشك ايه ميشو اللى كان عم بيوزنيọnي لا تسكت له فأنت المسؤول عن هذه الحلقة وانت ذاك منتجك موليده فول موليده هو الالفينة يعني ايه؟ جيلة صعي قال عمره 21 سنة 21 شيء 2003 فأنا ما هان علي نرجع لحديثنا إنه أنا شو اللي الجزئية اللي ما نبلعت معي ما هان علي ولد عم بيقلي ولا لأ ومو قال مرة مو قال مرتين على شيء هيك أربع خمس مرات يا حبيبي أنا ما هرد يعني هاي قصة واحد يسب الثاني من ورا الشاشة ويتمرجل عليه مو اختصاصي يمكن اختصاصها وهي الحركات كلياتها ما بتقطع بيمخي يا حبيبي انت المفروض دك تصير مطرد عللا إذا أنا بدي يزغر عقلي وقول هادا عم بيسبني واطلع سبك أنا ببهدي الحالي فإذا انت هيك عندك الموضوع عادي طلعك ببهدي الحالك ولو بتعملي فيها مراجب هادا It's up to you حطلي هيك ترجمي بقى تقوله It's up to you مشان بيين اني كثير حركات فأنا ما انبلعت معي انه واحد كم مرة قاله خمس مرة خمس مرة وهلأ في النقطة اللي حكيت فيها اللي هي لب المشكلة تعالوا لنحكي فيها أنا لأول مرة بحياتي كلها بطلع بعمل حلقة عن شي تريند إنه رائج العالم بتكلم فيه قلت الزلمة ابن بلادنا خلينا نعمل له حلقة ندعمه يعني الواعة الكبيرة بتدعم الواعة الصغيرة قلت يا ولد اطلع عمل له حلقة تفشه وذلك أموره يعني هو مو واعف علي بس زيادة الخير خيرين رحنا سألنا العالم عن ترجمة لأنه هذا التريند كان إنه كلماته كلمات أغنية مو مفهومة سألنا العالم عن كلمات أغنية متل مو شايفين بالحلقة سمعت يا أخير غنية للشامي شو معنات عن شو بتحكي قلق لك أخير غنية نحنا عم نفتل نتحدى العالم اللي بيفهمنا شو معنات هاي الغنية ننربحهم في عالمك ترجمة هاي الكلمات وهذا شي كتير ظريف يعني أنا عم فندله للتريند يعني العالم عم بيحكوا إنه أغنية مو مفهومة أنا عم طلع إنه العالم لأ فهمانين أغنية نجي للجزئية الثانية ها 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 هاي الجزئية تبع الشي اللي حكاه الأستاذ القدير اللي أنا كتير بحبه أحمد رافع الشي اللي حكاه عليه أول شي هذا الفيديو نزل على فيسبوك جاب خمسة مليون نزل على كتوك ما باعرف جاب مليون نزل على انستجرام مدري قديش كم مليون أنا بهذا المقطع زا بتنتبهوا يعني عطيت شوي على الأستاذ أحمد رافع إنه كانه أنت كتير حامل علي للولد كذا يعني أنا دافعت عنه مصدق أنت وخلفيته للزلمة كل شغلة عنده خلفية عنده خلفية مع أنه أنا لما بكون مزيع لا بيحق إلي دافع لا بيحق إلي هاجم دي اسمه رأي العالم اللي عم تطلع معي سواء كان ممثل سواء كان شخص بالشارع شو ما كان رأيه ومع هيك أنا قلت له بما معناه هدّي عليه بس هو قرر هيك يعني أحمد رافع أخي هيك رأيه بالشامي أنا ما فيني قل له لا أغير رأيك بالشامي قول عنه منيح قول عنه فنان زلم هيك شايفك هذا رأيه وانت كل يوم كمطري بدك تاخد الرأي المنيح بدك تاخد الرأي اللي بيهاجمك عندك تاخد الرأيين تستوعبهم هذا رأي العالم سواء كان ممثلين فنانين مطربين أو جمهور عادي بدك تاخد الرأيين فأنا يمكن هاي النقطة اللي دايعته للأستاذ عبودة مو اسمه عبد شو اسمه عبد الرحمن؟ للأستاذ عبد الرحمن دايعته هاي النقطة إنه شلون هادا هيك عمل فيني وصار تريند وكذا أول شي أنا أي مقطع اللي أنا وأحمد رافع بيكون تريند، أي مقطع تمام هاي نقطة ما دخل إنه عم نحكي عم الشامي فصلنا تريند أي مقطع بنطلع فيه أنا وهالزلمة دايما تريند وبالأحرى أي مقطع بيطلع فيه أحمد رافع بيكون تريند وأي مقطع بيطلع فيه أنا كمان بيكون تريند بيجيب الملايين يعني هاي اللي أعطيك ياها من الآخر فاليوم لما نحنا عم نلتقوا نحكي عليك ولو كان الرأي ما بيعجبك بس هذا يعني بسموه تسويق سلبي تسويق سلبي شي كتير مهم يعني مو دايما لو أحده تسويق إيجابي تسويق إيجابي تسويق إيجابي لا يأخذوا العالم هيك دفعة تسويق سلبي بتفيدون هيك فشي كتير مهم إنه خلينا فنان بتاريخه الفني ستين سنة إلو الزلمة ممسة عم يحكي عنا هاد نقطة هيك نقطة بتاخدها في الحلاوي سان فخر نوع الزلم يحكي عنا فهي بخصوص موضوع اللي حكي عنه الساز أحمد رافي برجع أقول أنا ما دخلني حاول دافع عنا بخصوص إنه في ولاد طلعوا وقالوا بيحبوك وبيسمعوك وانقل هاي الجملة اللي تعلقت عليها إنه دول فانزات الشامي فعادي يعني أنت فانزاتك فانزات أي شاب جديد سواء أنا لا أنا بتعبعوني كبار وصغار بس يعني أي حدا جديد على السوشيال ميديا بيكونوا اللي بتعبعوه صغار الفئة العمرية الصغيرة بالعمر مو الفئة العمرية الكبيرة مع الأيام بصير عندك بسمعوك كبار وصغار وإلى ما ونالك بس هذا الشي عادي يعني أنا ما سبيتك دم قالت هدول فانزات الشامي موليد لألفين وخمسة شغلة كتير عادي ألفين وخمسة عمرون تستعشر سنة أما أنا بنهاية الخلقة اللي عملتها عنا اطلعت وشوفوا شو يعني يا عالا ياهو سمعوا أنا شو حقيت عنه للعينتين وبالنهاية يا جماعة أنا عملت هاي الخلقة بناءا على شي نحنا عم نشوفه على السوشيال ميديا أنا لا بكره للشاب وبالعكس بشوفه شاب كتير ناجح وعم يعمل شي كتير حلو وأنا بحس يعني لح أعطي رأيها لأنه أنا بحس هذا النقد يلي عم يجي تجاهه هو إما ترينت في عالم بيشوفه عالم عم يسيبه عالم بيوم بيصير بيسبه معه وبيتقده معه أو في عالم بالغار أنه شلون شاب عمرو 11 سنة قدران يعمل هذا الشي وأنا لهلا ما يعني أنت طلعت سبيت وغلطت وخبصت بالحكي وما هيك يعني برجع بول الحكي اللي حكيته أنا بالحلقة أنه ليش العالم عم بتهاجمة يعني أنا شايف فيه غيري وفيه أنه أنت عمل شي مهم في عالم ما قدرانين يعملوا هذا الشي لهيك عم يسبوك ويشبوك يعني أنا لهلا عم دافع عنك انتبه علي مني حينقطت مع أنك أنت غلط بحقي لسه طالع عم مدافع عنك فهذا أنا رأي فيك وأنا يعني رغم أنك غلطت وخبصت وسبيت ولهلا ما عم بتنبلع معي بس أنا لسه لا بكرها ولا حسبها بالعكس نظرتي إليك متل ما هي بالرغم أنك شاب متهوي يعني هاي القصاص ما بصير تعاملة لا أن كنت مطرف ولا أن كنت ممثل ولا أن كنت يوتيوبر أي شخصية عامة بيعرفوها العالم ما بصير تطلع منها هاي التصرفات وبنهاية هيك هاي الحلقة حابة بحكي كلمتين سواء لألك أو لعامة العالم اللي طلعت أو عن تطلع أو حاب تطلع اليوم زمن السوشيال ميديا في كتير عالم ممكن مطربين ممكن ممثلين ممكن يوتيوبر بيطلع هيك تلاقيهم بيوصلوا لمرحلة تمام بعد هاي المرحلة دائما في مرحلة هبوط هيك نزول يعني برجعوا في منهم بيكونوا قد حالهم برجعوا بيطلعوا في منهم لا بيضلوا بانحدار الواحد لما يوصل لهاي المرحلة لازم يكون بقمة التواضع مو بقمة شوفت الحال يعني الحمدلله نحنا بالنيودوز ممكن كانت الزروة تبعنا 2021-2022 مثلا بسنة الـ 21 لحالة عاملين أربع مليار مشاهدة أربع مليار يعني ما أحده بالوطن العربي كله يقدر جيبه لهذا الرقم ولا صانع محتوى ولا أي جهاز أربع مليار مشاهدة بسنة الـ 21 لأطلعنا شفنا حالنا ولأسبينا العالم ولأردينا بالعكس ضلينا بنص تواضعنا والأفادي طالع يحاك العالم لأنه سكرنا له بابه المطعم هذا الفيديو اللي شفتوه كان بعز أزمة كورونا ومعها نزلنا وتصورنا مع العالم وهربنا شوي حاولنا نهرب ما قدرنا نهرب بس مو متل ما أنت بتعمل باللايفات بتسب العالم اللي بتابعوه نحنا كأولاد بلد لازم نتساعد يعني أنا اليوم شوف الشامي شاب بطلع مطره بطلع جديد على الساحة بروح بدعمه أنا أقدم منه بهذا المجال ممكن أشهر منه أعلم منه بروح بدعمه للمفروض اللي هو ابن بلدي بيطلع مطرب تاني المفروض أنت تروح تدعمه مو تطلع تسبه تمام؟ في هاي النقطة خلينا نكون واضحين نحنا لازم كأولاد بلد واحدة نكون من حب بعض ومندعم بعض ولهيك أنا بعد الفيديو برجع بأكد إنه لا بدي سبك ولا بدي أغلط عليك بالنهاية نحنا أولاد بلد واحدة ولازم نكون سند لوعض وبنهاية هالحلقة أنا كعان عندي وجهة نظر كونه أنا من ضمن شغلي صناعة المحتوى فأنا طلعت رديه على اليوتيوب المنصة اللي أنا نعرفت عليها ممكن أنت إذا حابب توجيه اعتزار ممكن أنا أبله ممكن لا مابعرف إنها حابب تومي يعني هاي عائدة اللي ترجملي يا ميشا المهم يا جماعة أنا فشيت شوي هيك جزء من الغل اللي جواتي جزء بس هي بالنهاية ما نبلعت معي سكتا هات لجرة هاي مقاطعة شو؟ هاي لا ميا زي ما حدا بيقاطع المو سيح ما نبلعت معي ميشا ما نبلعت معي يا جماعة ما نبلعت معي بس ما عاد أعماشي ما عاد أحكي بالسيرة خلاص خالصين أوكي ونشوفكم بحلقات تانية عملونا لايك وتعليقات حلوة تعليقات حلوة حصرة من اللي مو مشترك بالقناة للشراك ببلاش يتفضل شرك بالقناة ويلا باي